قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لعمر بن العاصي يا عمر والله إن كنا في الجاهلية لنا عدك من عقلنا فما الذي جعلك تتأخر عن الإسلام؟ قال ما هو إلا كان لنا شيوخ وهم آباؤهم كان لنا شيوخ كنا نصدر عن أمرهم ورأيهم فنفروا من هذا الأمر فتبعناهم على ذلك فلما ماتوا ونظرنا بها إذا الأمر واضح فعمر أبوه العاصي بن وائل السهم كان من المستهزئين الذين أنزل الله فيهم إناك فإناك المستهزئين ولكنه أعرض وكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبعه عمر مقلدا على ذلك فلما مات نظر عمر فإذا الأمر واضح فأدخل الله عليه الإسلام فجاء وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك فإن من وفقه الله للإيمان وهداه له لابد أن يستشعر عظم هذه النعمة التي حرم الله منها أبا لهب الذي ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضرته ورأاه يصباه ورأى كل هذه الأطوار وعاش معه أربعين سنة قبل البعثة لم يسمع منه كذبة واحدة ولم يره على أي أمر مكروه مدة أربعين سنة ثم يتيه بالحق من عند الله والصدق المنزل فيكذبه ويسعى قدر جهده في معاداته ترجمة نانسي قنقر